شفنا من الزاوية اللي كان البعض بيشوف ان النادي الاقل استفاد بيها من بعض الحالات وردينا بالورقة والقلم طب تعالوا بقى نبدل المقاعد ولما نبدل المقاعد حالاق الورقة والقلم بقولوا حاجات تانية خالص نشوف في البداية ركلة جزاء استفاد بيها نادي الزمالك شاف كابتن حازم امام ان هي ركلة جزاء صحيحة نطلع ونشوف الفيديو ضربة الجزاء من وجهة نظري والله مش عشان انا سمالكاة ولا حاجة بس انا شايفها في الاول قلت ما فاش حاجة في الاول حاجة لكن بعد لما تعادت قباما واخد الكورة الاول وهو بيجري فيه اتنين عاملين تاكلينج انا شايف فيه احد منهم خبط في رجله وهو واخد الكورة قبليهم يعني هو لو ما وقعش خلي بالكم اللي تناع على الارض وهي كورة قدامه يعني ممكن يمشي هيبقى خلاص انفراض مفيش داعي ان هو يقع لو هي كورة بيمثل لان هو لو لو هو بيمثل هيمثل ليه ما يا كورة بقى قدامه وقفة قدام يعني خدها هو اللي خدها ورايح للجون والتانين واقعوا على الارض خلاص طلعوا بارها اللعبة ده وجهة نظري طبعا ناشا يقول لك انت زمانكاة وانت مش عارف ايه وبتاع بس والله انا شايفها كده يعني وشايف ان التصوير مبينها من كذا لقطة يعني في لقطة اللي هي بقى من ورق مش من ورق جون من ورق جون مش بينها طبعا الجون ده فتح المطش طبعا وخلى امبي يلعب شوط التاني ضغط على الزمالك وكان احسن في اوت ايه من تلت او خمسة وعشرين دقيقة ركلة الجزاء كابتن حازم شايفها صحيحة مش عشان هو زمالكاوي وشافها من وراء الجول ومن جنب الجول ومن قدام الجول ومن كل الزوايا بس تغاضى تماما عن سيف الجزيري والمخالفة اللي كان عاملها لسه هنروح للقراء ولكن فيه حتة مهم جدا انه قف عندها لانه استغربتها جدا في الكلام كابتن حازم مش بس شاف انه ركلة الجزاء صحيحة ده كمان شاف انه امبي اللي اتحسبت عليه ركلة الجزاء غير صحيحة استفاد من ركلة الجزاء انه لعب كويس ولعب افضل بعدها طب ما يمكن كان الافضل ليه انه يفضل مقفل ويطلع الجيم درون وما يحتاجش انه هو يهاجم ويفتح خطوطه فيخسر لا هو شاف انه استفاد من ضربة الجزاء حاجة تانية مسابقة كده اتفرج على جميع المحللين الزملكوية اللي بيحللوا الدوري المصري كابتن ايمال يونس كابتن فاروق جعفر كابتن حازم امام امتى اخر مرة حد فيهم في حاجة لعبة تحتمل الشك او لا تحتمل الشك شاف ان هي ليست لصالح الزمالك ما تفكرش هتخسر المسابقة لان ده ما حصلش اطلاق ده فارس اسمه الانحياز التأكيدي الانحياز التأكيدي انا متأكد ان الكابتن حازم امام فعلا ما شافش اللقطة اللي بتوضح ان الكرة مش راك للجزاء لان هو بيتصرف طبعا لمعتقداته كمنتمي واحد اساطير ورموز نادي الزمالك لكن الحقيقة انا برضو مستغرب فكرة ان هو بيجزم ان ليه اوباما وقع وشال عنه فكرة استيميليشن والحقيقة هنا بقى ارسله للتحكيم المصري بشكل عام يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش لاعب او فريق او عدة لعبين في كل وقت بيحطك تحت اختبار وبيضغط عليك وبيبتز صفارتك انك تصفر راك للجزاء اللاعب اللي يقع داخل منطقة الجزاء اعمل زي ما محمد عدل بالزبط عمل مع لاعب الاسماعيلي لاعب الزمالك الصابق احمد مدبولي من مدرسة الزمالك فدخل في كرة مع بدر بنون عمل سيميليشن محمد عدل صفر اداله انذار خمس او ست لعبين او خمس او ست مواقف دايما بنشوفها في بعض المباريات والحكم بيتجاهل الفكرة دي برغم ان ده اصلا اول شيء بيضغط على الحكم وبيضع دايما ضغط 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 في فكرة راك للجزاء اتمنى من التحكيم المصري ياخد باله من الكرة دي مع اي فريق ومع اي لعب يحاول ان هو يبتز صفارة الحكم باطلاق راك للجزاء لكن كابتن حازم زي ما قلت هو فكرة معتقد بكزام الكاوي فشاف الكرة وركز على فكرة اوباما فقط لغير فحابين نجيب له رأي خبراء التحكيم لما بيتعاملوا بتطبيق القانون مش بالعواطف نطلع نشوف رأي خبير التحكيمي ونرجع نعقب مبدئيا في دفع ملعيب نادي الزمالك على مدافع نادي ام بي الدفعة دي خطأ الدفعة دي خطأ لازم يتم احتسابها لو محمود ما شافهاش وبعد كده حسب راكلة الجزاء يبقى لازم لازم حكم الفاري ينادي ويشوفها كابتن سيف انا بقول ينادي ويشوفها ايلي حتى زدت لأكيد يعمل معكم هنا قبل ما تكلم على راكلة الجزاء لا في دفع ملعيب نادي الزمالك لمدافع نادي ام بي اللي خلى وقع بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من وراء واخد القرار واخد القرار انه يقع كرة دي ما فهاش راكل الجزاء لا دي فيها خطأ من الاول على مهاجم نادي الزمالك اهو الدفعة واضحة احنا جبناها من كذا زاوية لعيب نادي الزمالك جاي واخد القرار وانه يقع هنا كان لازم حكم الفيديو غير الخطأ يا كابتن فيها خطأ ولا؟ لا لا فاش خطأ عندنا لعيب نات الزمالك جاي من وراء واخذ الكرب بتاع الجنب بتاع الدايفين الكابتن سامير عثمان وضح طبيعي جدا في تطبيق تقنية الفار ان انت لما بتشوف الخطأ بتشوف بداية الهجمة وبتشوف اكتر من زاوية يمكن هنا في البرنامج ده اتكلمنا كتير والله والله اتكلمنا كتير في مبارات الزمالك والمصري البورسعيدي لما حكم الفار وراء الكابتن محمود البنة لقطة فيها لمسة يد وتجاهل لقطة فيها دفع من مهاجم الزمالك لمدافع فريق الناد المصري وقولنا يا جماعة يا ريت بعد اذنكم بعد اذن حضراتكم اعرض الصورة كاملة لحكم الساحة عشان ياخد قرار حكم الفار وانا هنا لازم عشان ما نتكلمش بشكل عام الكابتن حسام عزب وحكم الساحة الكابتن محمود ناجي عشان لازم نتكلم باسماء الحكام عشان ما نظلمش كل اسماء التحكيم المصري لما نقول التحكيم المصري بشكل عام لا في حكام بيجيده اتخاذ القرارات وحكام لا تجيد اتخاذ القرارات فلازم نحط قاعدة ان لازم اسم الحكم الذي لا يجيد اتخاذ القرار يكون واضح للمتلقي فحكم الساحة الكابتن محمود ناجي والواقع السابقة في الموسم قبل الماضي ماتش الزمالك وحرس الحدود لما كان متأثر وغطبان جدا ان حكم الفار استدعاه لركل الجزاء لصالح حرس الحدود ونزل طبعا او خد قرار انه مش يحتسب ركل الجزاء نهاردة بيحتسب ركل الجزاء ليوسف اوباما خبراء التحكيم قالوا ان في خطأ واضح على سيف الجزيرة اللي دافع مدافع امبي فوصل ان بقت كورة مشتركة بين يوسف اوباما ومدافع فريق امبي وحكم الفار حسام عزب عشان نعرف الاسماء دي كويس لانه مهم جدا زي ما بنشيد بحكام بالاسماء برضو الحكام اللي بتخطأ نوضح بالاسماء حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج شوفنا الساعة اللي فاتت ازمة برضو تخص ابن الكابتن احمد الشناوي ونتمنى ان التحكيم يسير في مسيرة افضل وما يكونش فيه اي شكل من اشكال المجملات في التعينات ولكن ما كانش كابتن سامير عثمان اخر حد قال رأيه في اللعبة عندنا كمان رأي كابتن جمال الغندور في ضرب الجزاء الزمالك مستحقة ولا مش مستحقة ايه اللي بيحصل من المدافع الزمالك مهاجم الزمالك التاني الزق مدافع ايه دي بس كده هي مش دي دفعة هي دي كمان تمت على فكرة قبل حتى يعني العرقالة قبل الالتحام اذا لو انا فيه التحام ولو فيه فعلا رقلة جزاء لابد ان ارجع للأي بي بي ارجع لمراجعة الحالة حلاقي قبلها كان فيه مخالفة وبالتالي هاحتسب المخالفة طيب اللي هي المفاول اللي هو اللي هو المفاول اللي هو اللي هو المهاجم اللي هو المهاجم طيب اللعبة نفسها بقى انا يعني عايز صورة توريني فين المخالفة اللي ارتكبها لعب ام بي مفيش بالرجل من تعال انا عمال ادور صرح خلينا تعال انا وانت يا كريم ندور نشوف المخالفة فين اللي هي اصلا خلاص احنا اتفقنا ان احنا اصلا انا عندي مخالفة قابليه وصلت الراجل يدور ع رقل الجزاء هو وكريم وانا واسامة قمنا ندور والفيديو شغال ومحدش لايه حاجة محدش لايه حاجة غير حكم الفار وحكم الساحة واعتقد لعبة محتاجة كتير جدا من الوقفات لان السنة اللي فاتت شفنا 15 رقل الجزاء بيستفيد بهم الزمالك المرة دي يبدو ان البعض في طريقه ان هو يكسر الرقم القياسي لنادي الزمالك ويحقق عدد رقل الجزاء وعدد نقاط اكتر نتيجة اخطاء تحكمية عايزين وقفة وعايزين يكون فيه تحكيم افضل خلينا بس نأكد 15 نقطة وليس 15 رقل الجزاء ولكن طيب ده الكابتن سمير عثمان والكابتن جمال الغندور لكن تعالوا بقى نشوف كمان الكابتن ياسر عبد الروف من داخل قناة نادي الزمالك رأيوا ايه في الكرة بتاعة وباما دي نشوف الفيديو عشان بعض الناس قالوا انها مش ضرب الجزاء او انها ضرب الجزاء احنا قدامنا صورة هنتكلم بالصورة ونشوف فيه مدافع وفيه مهاجم تمام ننسى بقى وباما شوية ونركز على الاتنين اللي هناك اللي قدامنا اللي هو الجزيري ومدافع امبي تمام ونمشي ونشوف ايه اللي هيحصل الاتد دي يا كابتن طارق معايش نقف الاتد دي هل هي فيها دفع ولا ما فيهاش دفع ها ايه رأيك بس هو لم يتأثر اللاعب كابتن حتى لو انا سؤال انا سؤال يا كابتن طارق تمام فيه دفع ولا ما فيهش دفع يعني خفيفة يعني فيه دفع خفيفة تمام مش دفع يعني هو يبقى هنا رقم واحد رقم واحد فيه دفع على مهاجم الزمالك واضح طبعا ان فيه نزول بالمقعدة وطبعا ده اهمال هو مش قصد ان هو يعمل كده ولكن طبعا ده نعمل انواع الاهمال المخالفة موجودة اه مخالفة موجودة اه فيه ركل الجزاء على المخالفة اه فيه ركل الجزاء طبعا ولكن انا مفترض بي كحكم فار ان انا بيراجع على حاجة اسمها اي بي بي اللي هي مراحل بناء الهجمة هل كان فيه مخالفة قبل كده ولا كان فيه مخالفة قبل كده على الجزيري فالمفترض ان هو يقول الحكم فيه مخالفة من المهاجم قبل ما المدافع يرتكب مخالفة ضد المهاجم زميله لو رجعنا على اللعبة بالشكل ده وخرج محمود ناجي وشاف ان فيه دفع ركلة الجزاء هتتلغي وحيحسب مخالفة على المهاجم كابتن طارق فيه دفع خفيفة يعني الراجل ما ماتش يعني ده دفع خفيفة بس انا عجبني ان الكابتن طارق جاب اللقطة للكابتن ياسر عبرقوف المسم الماضي في مبارات الزمالك والمصري كان الكابتن ياسر عبد الرقوف مع مقدم برامج آخر قعد تقريبا اسبوعين يدور على لقطة اتباهتولي ركلة جزاء الزمالك والمصري عشان اتكلم عليها وتقريبا من السنة اللي فاتت ما جاتلوش اللقطة فحسنا فعلا الكابتن طارق إحياء انه جاب للكابتن ياسر عبد الرقوف اللقطة اللي واضح فيها ان فيه خطأ قبل ركلة الجزاء فبالتالي كان ده قرار او رأي الكابتن ياسر عبد الرقوف واعتقد ده واصل بشكل كبير جدا للكابتن حازم امام ان ركلة الجزاء ليس لها اي محل من الصحة بس الاهم يا فارس ان احنا هنا في البرنامج عندنا عينين بص يعني احدهم قاعد بيتفرج علينا عشان يهاجم كالعادة ومستنى يقول بص جابوا ضربة الجزاء اللي لزة مالك وقالوا ان فيها شك بس ما جابوش ضربة الجزاء اللي لزة مالك لا احنا هنا بنتعامل مع مسألة التحكيم بشكل كامل بنستعرض الاخطاء اللي للمنافس او على المنافس واللي لينا واللي علينا عشان كده نستعرض كابتن ياسر عبد الرقوف نفسه وهو بتكلم عن راكل الجزاء لزيزو لم تحتسب لصالح نادي الزمالك نطلع ونشوف الفيديو وعايزين نقول النهاردة المدافع راح يلعب الكورة ولا هو رايح يعمل حاجة تانية غير لعب الكورة رأينا المهاجم زق الكورة رأينا المدافع راح للجسم اللاعد بالزبط كده كابتن طالب جسم المهاجم احنا النهاردة بنتكلم ان المهاجم زق الكورة خلاص والمدافع مش رايح في تجاه الكورة انا كان ممكن اروح في تجاه الكورة لو انا اخدت المهاجم في ظهري وكملت عليها ولكن هو رايح يعمل اعاقة تمام دي اسمها اعاقة او منع تقدم الخصم يعني يضرب الجزاء طبعا راكل الجزاء ضرب الجزاء ما تحسبتش ما تحسبتش وكان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل فيها بعض الناس ممكن تقول مش هي دي اللي تحسب عليها راكل الجزاء ممكن احنا في الملعب بنحسناش الاحساس ده ولكن احنا طبعا عندنا صورة وعندنا تقنية فار وعندنا ان الراجل مرحش على الكورة وبدأ ان هو يروح على جسم المهاجم حتى لو المهاجم بلغ في السقوط لأ هو ياخد من خلف بتاعته راكل الجزاء غير محتسى وكان يجب على حكم الفار ان هو يتدخل ويدي نصيحة لحكم الملعب ان يشوفها زي ما احنا شايفنا لو تحل الجميع بضمير الاهل خطة احمر